طيب أحمد ميكي، هاني رمزي، أحمد السقه، تكلمين عن كل واحد بيمثل إيه لأستاذة ليلة؟ بصي ميكي ميكي محطوط على البطاقة يعني ابني يعني نوعا نتكلم بين الشطات وكده وطبعا في الكبير كان بيتعب عشان الميكب يعني لما بيغير من شخصية الكبير لشخصية جاني لحز لأم الميكب بياخد وقت طويل قوي إنما لو إحنا عاديين في وسط ياخد نشاطه وبعدين بيغير الكاميرات أنا أخده كلوز بتاع كده نرغي بقى في أي حاجة في الدنيا أي حاجة بأيان بحب حب الحيوانات أنا بحب الحيوانات جدا فبحب حب الحيوانات أستاذ أحمد حلمي أنا بفاكرة مرة جي لوكيشن بمتسك كان أول مرة الحيوانات عنده كلاب برضو أحمد أحمد نفس الموضوع لا بس ميكي أنتو مش بس كلاب هو ميكي مثلا عايش بقى فو لا وخبير عالمي في الحمام الزاجر مثلا لا والله بيحكم في مسابقاته كده يعني ما شاء الله لا ميكي أنتو عالم الحيوان يعني عايش بقى دايس في الليلة يعني هو وبعدين على قد ما هو اجتماعي في شغله أول ما يخلص هو بيروح يعود مع حيواناته بقى في دي عيشته الحقيقية بيعيش بقى مع نفسه بيفصل بيفصل تماما يعني بيبقى كل تركيزه بقى في حياته الطبيعية في قرأيته هو مسقط جدا بيعراء يعني مش على تواصل مع حضرتك مثلا أو كل فترة وفترة يتكلمك مثلا لا 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 كل فترة وفترة آه لازم إنما يعني مش بقى نظام نرغي بقى مع بعض وحاجات كده ونتمن على بعض كل يوم يعني مجرد نتمنه كزميل يعني مجرد نتمنه كزميل يعني نتمنه كزميل آه